بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي من جديد أستاذ عبد الرحمن كما كنت شفوا يجبت لكم الدرس الأول تحت تاريخ تحت تاريخ لازة بنسبة سهل ثلاثة ثانوي أو نقدر نقوله الباكالوريا نبدأ بالوحدة الأولى هي تطور العالم في ذلك الثنائية القطبية ما بين 1945 إلى 1989 الوضعية الأولى هي بروس صراع وتشكل العالم ثنائية قطبية هذه الوضعية فيها أربع عناوين العنوان الأول هو تحديد معايير تشكل العالم 1945-1989 العنوان الثاني دراسة وتحديد طبيعة العلاقات بين الكتلتين العنوان الثالث إبراز استراتيجيات الخاصة بكل كتلة العنوان الرابع استنتاج نتائج الصراع وانعكاساته على العالم ولذلك سأقوم بتقسيم هذا الدرس إلى أربع أزاء اليوم ندير الجسء الأول إن شاء الله هم بعدها ندير الجسء الثاني بالك والأغضون إن شاء الله المهم نقسمه على أربع أزاء كل عنوان نديره في فيديو واحده نبدأ مقدمة أدت الحرب العالمية الثانية التي جرد من بداية سبتم 1939 ميلادي حتى منتصف أوت 1945 ميلادي إلى تغير موازين القوى الدولية بنقلها الزعامة الدولية من فرنسا وبريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي نظرا للتبين الفكري والمذهب بينهما فقد عرف العالم صراعا جديدا أطلق عليه اسم الحرب الباردة واحد تحديد معايير تشكل العالم بعد 1945 أليف التاريخية والسياسية المعايير التاريخية والمعايير السياسية المواجهة العسكري الأوروبية الثانية من 1939-1945 ونيكاستها على أوروبا والعالم إعادة رسم الخريطة السياسية لأوروبا والعالم زوال ديكتاتورية الحديثة النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا تقسيم ألمانيا ثم أوروبا ثم العالم إلى شرق شيوعي وغرب رأس مالي انطلاقا من مؤتمر يالطا في الفترة ما بين 14 فبري 1945 تراجع القوة التقليدية وبروز ولاية المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي انتقال الزعام العالمية من أوروبا الاستعماري إلى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وحدة تنافر بينهما انقسام العالم إلى معسكرين وبروز صراع الإديولوجي بين المعسكرين تأسيس هيئة الأمم المتحدة في 24 أكتوبر 1945 كأدات لتنظيم العلاقات الدولية وحذر الأمن والسن في العالم وتحولها إلى أدات وسيطرة وتدخل واستغلال في إطار ظاهرة الاستعمار الجديد هيمنة الدول الكبرى عليها انتشار موجة حركات تحرر في أغلب المستعمارات في أفريقيا أسيا وأمريكا واللاتينية والتي أدت إلى تصفية استعماره القديم وأسالي به وحلول الاستعمار الجديد محل له القروض الشركات المتعددة الجنسية با الاقتصادين معايا الاقتصادية طبيعة النظام الذي كان سائدا في دول المعسكرين ففي الكتلة الشرقية اعتمدت الشراكية الشيوعية لنظام التخطيط المركزي والاقتصاد الموجه والقائم على الملكية العامة لوسائل الإنتاج وأما الكتلة الغربية فقد تبنت الرأسمالية واقتصاد السوق الفراء القائم على مبدأ الملكية الفردية لوسائل الإنتاج هل نتانيت بوروز نظام اقتصادي دولي جديد استنادا لاتفاقية بروتن ووودز من الواحد الهداش جوليا 1944 والتي جعلت من دولار الأمريكي العمر المرجعي الأولى عالميا خروج وليل المتحدة أمريكية كأكبر مستفر الاقتصادية من الحرب العالمية الثانية واستحواذي على ثمانية بالمئة من احتياطي الذهب العالمي بسوى تضاعف الإنتاج بها خلال الحرب العالمية لتخطية النقص في أوروبا زيادة صادراتها وتنوعها تضاعف ديونها على أوروبا بعد أراضيها وعدم تضرورها المباشر من الحرب إلى آخر انتشار نظام الشراكي في مناطق متنوعة حول العالم أوروبا الشرقية الديمقراطية الشعبية الصين فيتنام وكوريا الشمالية الشيدات تنلفز بين الأنظمة الشراكية ونظيرتها الرأسمالية على الأسواق التجارية العالمية بوروس ظاهر التكتلة الاقتصادية بعد 1945 كبديل عن التكتلة السياسية التي كانت سائدة قبل 1945 ونروح الآن المعايير الاجتماعية طبيعة المجتمع في الكتلتين ففي عالم الشرق أقرب إلى اللا طبقية والعدالة الاجتماعية أما في العالم الغربي فيسد نظام طبقي الثنائي نحاول الترسيخ نظام يقوم على أساس العدالة والمساوطة الديمقراطية ترسيخ قيم تفوق الرجل الغربي ضخامة الحصيل البشرية حبل 55 مليون قتيل في أوروبا وملايين مشردين والأيتم إلى خيره الدمر الكبير في البناء التحتياء الجسور والطرق والمطارات والمدارس والمستشفيات والعمرانية والمنشآت الاقتصادية المصانع والبنوك انتشار الأوبئة والآفات الاجتماعية والبطلة والثالث الأسودة الفقر الجهل والمرض ظهور منظمات الإنسانية والأفكار التي تنادي بضرورة نشر العدالة الاجتماعية والديمقراطية في العالم واحترام حقوق الإنسان والحرية الإنسانية حول العالم وتستر وراء منظمات الإنسانية حيث أهداف مصلحية خاصة المعايير العلمية والتكنولوجية تطوير الترسانة العسكرية بعد تفجير الذرة بعد تفجير إليه المتحدة الأمريكية قنبلة النووية في سنة 1845 على مدينتي هيروشي مونكا زاكي الهابانية لإجبار يابان على استسلام حرب العالمية الثانية تطور تقنية القنابة النووية تطور العلوم والتكنولوجيا والتقدم العلمي في كل المجالات غزو الفضاء وتطور وسائل اتصال المعلوماتية وسرعة انتشارها حول العالم وهكذا نكون قد نهينا هذا الفيديو لا تنسوا تقضي الاشتراك وتفعيل جرس جديدة الفيديو الجاي ان شاء الله يكون دراسة التانية هذا الدرس وهو دراسة تحديد طبيعة العلاقات بين الكتلتين لا تنسوا تنشر القناة تتعامل فائدة ومع السلامة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة